اقتربت من نصف درجة الغليان فاتسعت دائرة الحرائق في العراق درجات الحرارة تتسبب بسلسلة من الحرائق في العاصمة بغداد والمحافظات خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية البداية من جنوب بغداد حيث منطقة عواريج التي شهدت احتراق مخزن ضخم للحبيبات البلاستيكية والاسفنجية ثم تلاه حريق في وزارة الصحة نشبه في الطابق الرابع بسبب تماثل كهربائي بفعل ارتفاع الحرارة وادى الى جيوب النارية في بقية الطوابق ثم حريق اخر اندلع في مبنى محكمة بداءة البيع بغرفة المحامين جميع هذه الحوادث لم يسجل فيها خسائر بشرية اما الخسائر البشرية فتعدت حاجز المائة وخمسين شخص بين وفاة وايصابة بحريق مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذيقار حريق ولد اكثر من ثلاثين جثة مجهولة الهوية حريق دفع رئيس الوزراء الى اعلان حالة الحداد العام واتخاذ اجراءات وقرارات عدة ورئاسة البرلمان تعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية بخصوص حادث مستشفى الحسين خطوات لا تتناسب وحجم ما يمر به المواطن وسط اهمال وتقصير واضح كما يقول المواطنون من العاصمة بغداد بدر الركاب اليوم اشتركوا في القناة